كل سنة وكل العمال كل ايد عاملة في العالم وعندنا في مصر طبعا على الاخص كل جبين بياكل لقمة عيشه بعرق جبينه زي ما بتقال كل بني قدم ياكل لقمة عيشه بعرق جبينه انت عارف احنا الناس اللي زحلتي كده زي ما كنت بقول اليوسف احنا من بتوع عاش العامل وعاش الفلاح وبنعتبر ان ده هم رئيسي فما بالك بالعمالة غير المنتظمة اهلينا اللي بيبقوا صحيين كده وعلى بركة الله عايشين على كف الرحمن الناس دي ما بتبقاش متوظفة في حتة الناس دي ممكن ما يكلهاش مرتب ثابت الناس دي ممكن ما يكلهاش مكافئة ناية خدمة الناس دي ما لهاش تأمين على الحياة ولا تأمين على الصحة ولا 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 الناس دي الحقيقة هم اللي بيبنوا البيوت اللي احنا عايشين فيها والمصانع اللي احنا بنعيش بعد كده على عائدات استثمراتها الناس دي يا جماعة بالمناسبة هم كمان في منهم اللي بيزرع الأرض يماتي عشان إحنا ناكل وبالتالي لما أنا فعلا بعدت الزمالي وإن كان الأول زي ما كنت بقول لكم كده بعدت له عاشة كفاحة لوريتاريا بس أنا من قلبي عاش الرئيس نصير العمال دايما أنا أقول أصلحنا الجيل بتاعنا بتاع السبعينات ده كبر على إرث الستينيات في حاجات كتير منها مثلا وطني حبيبي الوطن الأكبر كفاح العروبة أو لأجل العروبة تذوب القضايا يعني حاجات زي كده يعني الجيل بتاعنا هو اللي بيسمع عاش الشعب العام العاش عشير بي ويناض العاش الجيل بتاعي كده هعمل ايه يعني ده التكوين الوجداني بتاعنا القصة هي أن احنا كلنا أي بني أدم طبيعي أي نفس بشرية سوية تقدر جدا الإنسان الشخص الحاكم القائد الزعيم اللي يحس بالناس ويحس بمعاناتهم ويسمعهم ويخلي طول الوقت زهنه مش بس أذنه زهنه طول الوقت متابع لطلبات الناس متابع لإحتياجات الناس فلما نشوف القرارات النهاردة بتاعت فخمة رئيس الجمهورية هنقول إيه؟ هنقول أكتر من إنه ألف 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 شكر سيادتك ألف 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 شكر سيادتك إنك حاسس بينا ألف شكر سيادتك إنك خدت قرارات سريعة ومهمة وفي وقت شديد الصعوبة وفي ظرف عمال بيزيد صعوبة يوم عن يوم ما بين الحرب في روسيا وأوكرانيا والحرب في السودان يا رب كل حروب الدنيا تقف بالتأثيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية اللي ممكن تبقى عمالة بتشد فينا وتحاول إنها تسلسلنا وتعطلنا عن مسيرة مهمة وبرضو يا رئيس انت حاسس بالعامل ألف شكرا يا فنديم أستأذنكم نشوف جزء من كلمة الرئيس في احتفالية عيد العمال النهاردة ونرجع نكمل الكلام يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار عاملات وعمال مصر الأوفياء لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل تقديس المصريين للعمل تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشابخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإسرار والتحدي والكفاح زي ما أنت شفت وزي ما أنت سمعت يعني أنت شفت النهاردة الاحتفالية في الشرقية وكلمة الريس وشايف قد إيه تأدير الرئيس لقيمة العامل المصري والإيد العاملة المصرية ونضلها الأمين على حد وصف فخامة الرئيس نضلها الشريف علشان البلد تتقدم وتعيش العامل موجود في كل شبر حواليك أهم حاجة يا فندم عزيز المواطن هنا طبعا مش الرئيس عزيز المواطن سيدي المواطن أنك تبقى قادر تقدر جدا قيمة العامل شوف الدولة وهنا الرئيس كان واضح جدا في التقدير وفي إجراءات الحماية للعامل أنت كمان في عيد العمال أرجوك ذكر نفسك أنه العامل إنسان لا يقل عنك في أي شيء قدر العامل عامل اللي بيجي لك البيت قدره وعمله بحب وبحترام وبتقدير مفيش حد أعلى من حد كل واحد فينا بيشتغل قدروا قيمة العمل من غير أي عامل لن تصلح الأمور في أي دولة مهما كانت تبدو المهمة اللي بيقوم بها بسيطة لن تصلح الأمور في أي دولة مش هيتبني مصنع مش هيتحط مصمر في مكنة لولا العامل